ناقش المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت الأستاذ أحمد باضروس مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير أوضاع العمال بميناء المكلة واستمع باضروس من المهندس باسمير إلى شرح حول الوضع العام للعملين في ميناء المكلة وآليته المتخدة لترتيب سير العمل وكذا سقف الأجور التي يتحصل عليها العمال خلال الفترة عملهم مع ضمان حصولهم على كامل حقوقهم وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تقوم بها إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي تجاه العاملين بميناء المكلة